السلام البنات كديري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم فيديو مهم إن شاء الله لكل أخت فيكم كل سيدة تنتظر الدرية تابعي معي هذا الفيديو هذا فيه وصفة قوية لتنشيط التبويض وللمساعدة على الحمل بسرعة بطبعة الحال السيدات اللي عندهم تكيوس المبايد فغادي نعطيكم وصفة في هذا الفيديو هذا خصيصا لعلاج هذا المشكل اللي ولينا كنشوفوه مؤخرا ولكن بطبعة الحال راه عنده العلاج فالعلاج كيكون بوصفات طبيعية وكيحدث معها الحمل بسرعة بطبعة الحال تكيوسات المبيض أو المبايد هاد المشكل هدا كيعوق الحمل عند السيدات عنده بزف ديال يعني واحد البرنامج اللي ممكن أنك تمشي عليه باش تعالجي هاد المشكل والوصفة كذلك اللي غادي تساعدك بالفعل بأنك يعني تساعدي المبيض ديالك أنه ينتج بويضات جيدة باش كيكبروا في الحجم ديالهم وكيحصل الحمل هاد السيدة هدي اللي معنا في هاد الفيديو عندها تكيوس كبير في التبويض يعني المبايد ديالها فيهم بويضات ما شاء الله ولكن ما كيكبروش في الحجم ديالهم ما استغلتش الوصفات الطبيعية باش أنها تساعد البويضات ديالها يكبروا ويحدث الحمل ولكن مؤخرا جربت واحد الوصفة اللي هي طبيعية وصفة سريعة لحدود الحمل وكذلك للقضاء على جميع التكيوسات واستغلت هادك الضرف لأن ما شاء الله السيدات اللي عندهم تكيوس المبايد كيكون عندهم واحد الخزان ممتاز في التبويض باش السيدة تقدر أنها تخرج عدد كبير من البويضات فكي يعني بأن المخزون ديالها اللي هو AMH فيه واحد العدد جيد من البويضات وبالتالي خاصة السيدة تستغل ذاك الضرف باش يحدث عندها الحمل بسرعة الدورة ديالها كتجي غير منتظمة يعني كتجي بواحد الواتيرة بعيدة بزاف يعني ما بين كل دورة ودورة كتتأخر في النزول فهنا شكات وبغت تمشيل عند الطبيب باش تشوف شنا هو المشكل اللي عندها هنا غدي تفاجأ من اللي مشت للطبيب على أساس أنها تسمع شي خبر جيد تفاجأت بالخبر اللي قال لها الطبيب قال لها عندك واحد تكيوس كبير في المبايد ويعني وما غديش تقدير تحملي يعني الأشياء اللي كتحبط المريضة بطبيعة الحال هاد الأمور هادي كنشوفوها ما كيعتوش يعني كين بعض الأطباء الله يسمح لهم ما كيعتوش يعني واحد الفرصة للسيدة بأنها تكون عندها واحد الحمل طبيعي ويكون جيد إن شاء الله فكين بعض الأطباء كيبدوا يحبطوا المريضة كيبغيوا يتجهوا مباشرة الأطفال الأنابيب يعني كين بعض الأطباء مادين بين قوسين يعني كيبغيوا المريضة ديالهم تجه مباشرة لأطفال الأنابيب والحق المجهري باش تدير عندهم العملية باش يعني كسبوا المال من ذيك السيدة فما كيعتوهاش لمشكلة بالضبط اللي عندها كين بعض السيدات كيغلطوا لهم في تشخيص للمرض يعني كين السيدة كتمشي عند الطبيب وكيقول لها بأنه عندك تكيوس المبايد وهي ما عندهاش بالأحرى واحد تكيوس يعني ضروري أن الطبيب يعتمد على مجموعة من الفحوصات على الصنار يعني الفحوصات اللي كتكون ديال الهرمونات هي اللي كتبين واش السيدة عندها تكيوس أولا لا يعني ما يجيش أي طبيب ويدلك الصنار ويقول بأنه عندك هاد المرض وهو ما معاتكش واحد تحالي اللي خاصك تقوم بيهم هو ما اللي غادي يبينو واش عندك أولا لا بطبيعة الحال هاد السيدة هادي مشت للمنزل ديالها وهي منهارة محبطة لأنه كانت باغية يعني واحد الأمر والطبيب قال لها ما يمكنش يعني ما غاديش يحصل حمل طبيعي في حين أنه عندها الأمل أنه يحصل بالعكس حمل طبيعي ويقدر أنه يجيب توأم إلى استغلات ذاك الضرف ديال أنه عندها واحد الخزان ديال بويضات واستغلته باش يعني تقوي الجودة ديال بويضة ويحصل معها الحمل بسرعة هنا يعني حاولت أنها تأخذ واحد الاستشارات أخرى يعني ما كتفتش بذاك الطبيب اللي مشات عنده فحاولت أنها تبحث في هذا الموضوع هذا ولقات بأنه فعلا ممكن أنها تتبع واحد الحمية غدائية واحد الريجيم اللي تمشي عليه شهر كامل ومن اللي كان قوله حمية غدائية فضروري خاصة تلتزم بها جميع السيدات اللي باغين الدرية باغين يتخلصوا من تكيس المبايض يتبعوا معايا شنو غنقول في هذا الفيديو هذا وجميع السيدات اللي عندهم مشاكل في الدورة الشهرية من عدم تدام الدورة من خلال هرمونات وما إلى ذلك خاصهم ضروري يديروا واحد الريجيم اللي هو يتبعوا واحد ثلاثة أشهر وغادي يلاحظوا الفرق غا يلاحظوا واحد الجودة عالية في التبويض غادي يلاحظوا كذلك كبر حجم البويضات ورجوع الدورة بشكل طبيعي كان بعض السيدات سبحان الله من اللي يقوموا بالحمية الغدائية كترجع لهم الدورة تنتظم يعني في حين أنها ما كانتش منتظمة من قبل فضروري أنك تلتزمي بهذا الأمل حاولي أنك بطبيعة الحال بالنسبة لمرضات التكيوس أو متلازمة التكيوس المبايض يحاولوا أنهم يقللوا قدر الإمكان من الدهون يحاولوا أنهم يمنعوا اللحوم الحمراء يحاولوا كذلك يعني تناولوا التغذية اللي تكون غنية بالألياف تغذية نباتية يرجعوا نباتية وهذا الموضوع هذا راتحدت عليه دكتور معروف جدا يعني قال بأنه خاص ضروري تحيدوا التغذية اللي فيها المنتجات الحيوان يعني المنتجات الحيوانية حاولوا أنكم تمتنعوا عليها لأنها فعلا فيها هرمونات وأنتم عندكم الهرمونات زيدين في الجسم ديالكم وكتزيدوا لهم الهرمونات اللي كتكون مصنعة وبالتالي يعني كيكون هناك خلال هرموني إذن حاولوا أنكم ترجعوا نباتيات ولو لثلاثة أشهر متنعي على اللحوم بصيفة نهائية حاول أنك لقلتي تاكل مرة واحدة في الشهر أو في الأسبوعين كذلك رجعوا كل الصلاطات كل الأشياء الطبيعية مارسوا كذلك الأنشطة البدنية لأنها تساعد بالفعل على إنقاس الوزن وتقليل الأعراض مما يساعد الجسم ديالك على استخدام الأنسلين بشكل أكثر كفاءة وخفض مستويات السكر في الدم وممكن يساعد كذلك على التبويد وعلى القضاء على تكييس المبايد ومن الأفضل إلى لحتي عدم تدام الدورة الشهرية مع قلة نزول الدورة حاول أنك توجهي الطبيب لأن في الغالب يكون هناك مشكل وخاصه يتعالج ومن الأفضل أنه يتعالج هذا الأمر مبكراً باش توصل للعلاج الأمثال العلاج هنا وهذا الوصفة هذه اللي جربت الأخت هي عشبة ممتازة إن شاء الله علاج تكييوس المبيض بالقسط الهندي الوصفة اللي جربت الأخت والقطع لها نتيجة مرضية حاولوا أنكم توصلوا لي الفيديو الأكبر عدد من اللايكات لأنه فعلاً فيه مجموعة من المعلومات المفيدة إن شاء الله هذه العشبة هذه يعني تكون عبارة عن القسط الهندي كتعالج تكييوس المبايد وكتحتوي علاماتها كتعالج الغدد هو أيضاً مطهر ويعني كيقتل جميع الجراتيم هي عشبة فعالة وعنده علاجات كثيرة في مجال تأخر الإنجاب والعقم كذلك يعني الطريقة دياله اللي غادي تبغيوا جميع تعرفوها غادي تحاولوا أنكم تشريوا العشبة دي القسط الهندي غادي تحاولوا تقطعوا النبات إلى قطع صغيرة جداً غادي تطحنوها حتى تصبح مثل البودرة ثم غادي تحفظوا هذه البودرة المطحونة والمستخرجة بعد تطحن نبات القسط الهندي في مكان جاف غادي تطفلوا يعني العسل ديال النحل ويأخذ قبل الأكل ثلاث مرات إذن قبل وجبة الإفطار قبل وجبة الغداء وقبل وجبة العشاء هذا هي الوصفة اللي جربت الأخت وفعلاً وصفة مشهورة ومعروفة في علاج جاكيوس المبايد وممكن بالفعل تساعدك في انتظام الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات اللي عندهم عدم تضام الدورة سأكرر مقادر الوصفة غادي تخذي واحد الكمية ديال نبات القسط الهندي غادي تحاولي تقطعه قطع صغيرة وغادي تحنيه تيصر مثل البودرة ثم غادي تحفظي هذه البودرة المطحونة والمستخرجة بعد تحن نبات القسط الهندي في مكان جاف غادي تضيفي لها العسل النحل وغادي تخذي قبل الأكل ثلاث مرات إذن حاولي أنك تخذي واحد الكمية اللي هي غادي تكفيك بطبيعة الحال ابتداء من أول يوم لنزول الحيد إلى غاية اليوم الخامس وانتي تتناولي هذه الوصفة هذه مرة في الصباح مرة قبل الغداء ومرة قبل العشاء غادي تخلطها مع العسل الطبيعي وغادي تناولها مدة خمسة أيام وان شاء الله تجيب نتيجة في الشفاء من تكيوس المبايد وكيف ما كان عرفو هذه العشبة تساعد على انتظام الدورة الشهرية لما كتحتوي عليه من عناصر غدائية هامة كذلك العسل فهو علاج ممتاز جاء ذكره في القرآن الكريم بأن فيه شفاء للناس وله فوائد مختلفة كيفما أنه كيساعد في علاج حالات تكيوس المبايد كان هذا هو الفيديو دي اليوم نتمنعنا لإعجاب ديلكم وكيف ما كنتشوفوا في الصورة هذه السيدة كان عندها تكيوس شديد وبالفعل عالجته بوصفة طبيعية وتغادت على الكلام ديال الأطباء اللي كيكون كيفش السيدة وما كيخليهاش تكمل في الطريق ديالها فحاولوا أنكم تمشيوا من طبيب لطبيب حتى تتأكدوا من صحة المعلومة كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى تخليوا لي واحد لايك واشتراك في القناة كندرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء اشتركوا في القناة